من ملامح الفوضى والعشوائية والكلام الغريب الحقيقة لما يكون الأهلي وإحنا بنلوم على الكاف طيب نلوم على العين الأول نلوم على اللي بيحدث مع الأهلي في الداخل ألاقي النهاردة حوار في صحيفة الوطن صفحة كاملة للكابتن أسامة خليل نجم نادي الإسماعيل السابق ونجم منتخب مصر في السبعينات ومطلع التمانينات حوار معرفش إيه مناسبة الحديث عن صفقات الأهلي مع الإسماعيلي وعن مغلطات كتيرة وعن أقول لكم أبرز يعني ما فيها أسامة خليل نجم الإسماعيل السابق في حوار مع الوطن قلعة الجزيرة اللي هي الأهلي الأكثر استفادة من فوضى الكرة في بلدنا الملايين أنهت قوة العثمانيين والإسماعيل سيظل فريقا بلا بطولات بيتكلم الرجل عن تقييمه لباترس كارتيرون فشايف أنه هو ناجح لغاية دلوقتي ويقول العبرة بالنتائج لكن المحرر المصمم ياخده للمنطقة اللي كل الناس اللي ضد الأهلي عايزة تسمع الغنى فيها ببساطة يعني الكلام عن صفقات الأهلي وخطفه للعبرة الإسماعيلي الناس كلها اعتزلت إسلام الشطر اعتزل وعماد النحاس اعتزل وبيمرن ومحمد بركاته اعتزل وسيد معاول كل اللي جابهم وخالد بيبه الزمالك هو دلوقتي اللي بياخد أبرز نجوم الإسماعيل وحدش بيجيب له سيرة لكن حتى اللعيبة للنادي الأهلي جابهم من أندية أخرى أحمد فتح يتباع لشيفل دينايتد الإنجليزي ويلف أكتر من ناديه وبعدين الأهلي لما يجيبه لسه بيتحاسب على النادي الأهلي زي أحمد حسن قعد عشر سنين في تركيا والأهلي خدوا قالك الأهلي خطف أحمد حسن من الإسماعيلي بعد عشر سنين غربة لكن هي دي اللي بانا اللي كل الناس عايزة تسخن وبركات منين وعمد النحاس منين ولا واحد من الإسماعيلي كل اللي عايز يسخن في هذه المنطقة تيجي النغمة الأهلي بيخطف لعيبة الإسماعيلي الأهلي بيعتمد على لعيبة الإسماعيلي وبرضه نرجع ونعيد ونزيد بالورقة والقلم إجمال عدد اللعيبة اللي الإسماعيلي خدهم من أبناء النادي الأهلي أكتر بكتير من اللي الأهلي خدهم من الإسماعيلي الفرق بين الحالتين اللي بيجي النادي الأهلي في هذا المناخ وهذه الإمكانيات وهذا الفريق وهذا السيستم وهذا الظرف بينجح فبيبان فبيتحسب عليه اللي بيروح ما بيلاقيش ظروف النجاح لأسباب كتيرة جدا فما حدش بيحسبه صفقة ولا حد بيحسبه إن الإسماعيل ضم حتى آخرهم كريم بامبو حاليا واحد من أهم اللعيبة البرزة في الإسماعيل ما حدش بتكلم إنه ده ابن من أبناء النادي الأهلي لكن ما علينا المهم جدا إنه يتساءل الكابتن أسامة خليل بيقول الأهلي أكثر أندية استفادة من فوضى الكرة المصرية بمعنى أن اللوائح غائبة والفوضى تحكم الكرة ومعرفش السؤال بس استنى كيف ترى صفقات الدرويش مساهمتها في بطولات الأهلي هنا المشكلة أنت بتيجي بتعمل عندي بطولة طبعا أنت كنت موجود في ناديك يعني هم هم إذا كانوا هم دول مصدر البطولات كان ينبغي أن يكونوا احتكر بطولات ده قبل ما يجوا الأهلي فنقلوا البطولات للأهل زي وقت كابتن حسام وكابتن إبراهيم فضل يكسر مع الأهلي لما راح الزمالك البطولة راحت على الزمالك فكان مؤثرا بالسلب هنا وكان مؤثرا بالإجابة هنا فنقدر نقول كده لكن أنت بتتكلم على لعيبة راحت وانتقلت ومرة واثنين وثلاثة بالخارج زي كابتن أحمد حسن زي كابتن أحمد حجازي اللي حيجي صرت دلوقتي حاجة عجيبة هي دي المفاجأة الغريبة بقى لأنه الكابتن أسامة خليل بيقول ومعرفش يعنيين لوائحة غائبة على فكرة لائحة شؤون اللاعبين عندنا هي لائحة مطابقة للفيفة يعني عبد الراجل كابتن أسامة خليل كان مرشح أنه يبقى رئيس اتحاد الكورة صحيح الراجل ما خدش ولا صوت بس كان مرشح وقدم أوراقه أنه يبقى رئيس اتحاد الكورة فلما نبقى محناش عارفيني أنه عندنا لوائح مطابقة للايحة الاتحاد الدولي ولائحة النظام الأساسي وهو اللوايح دارة الإسماعيلي في إيه هي اللي بتدير الكورة أو هي المعتمدة من الفيفة نفضل نقول اللوايح غائبة والفوضى تحكم الكورة واستغل الأهلي أن الإسماعيلي منبع اللاعبين أصحاب المهارات وضم عددا كبيرا منهم في الفترة من الفترات ونقدر تقول كل واحد بركات يروح تحاد جدة يبيعوا للعرب القطري الأهلي يجيبهم العرب القطري يبقى الأهلي خدهم الإسماعيلي عماد النحاس الإسماعيلي يبيعوا للنصر السعودي النصر السعودي يستغنى عنه الأهلي يضموا يبقى الأهلي خدهم الإسماعيلي إسلام الشاطر يبيعوا للإسماعيلي للزمالك ينتقل للتحاد جدة الأهلي يجيبوا يبقى خدهم الإسماعيلي أحمد فتحي الإسماعيلي يبيعوا وينتقل بعدها ولا جابه من شيفل دعلاتون من شيفل دعلاتون ده أهلا تاني بس كان تاني انتقاط ها للمرة التانية يتحس برضو إن الأهلي خطفوا من الإسماعيلي سيد معوض ينتقل للدور التركي يبقى الأهليه خده من الإسماعيلي خالد بيبه وعاقده يخلص مع النادي الإسماعيلي وعنده free transfer الأهلي يشتريه يبقى الأهلي خطفه من الإسماعيلي شريف عبد الفضيل يشتراه بشكله مباشر من الإسماعيلي والإسماعيلي خد فيه ورق خد فيه فلوس وهو كان يروح زمالك يجي الأهلي يعني خلاص الإسماعيلي قرر أنه هو يستغنى عنه فيتقال أصل الأهلي خطف من الإسماعيلي والأهلي راح اعتبد على لعبة الإسماعيلي كل لعيب من دولي أستاذ إبراهيم اللي خطون بشكل مباشر من إسماعيلي يعني إذا كان هو لكابتن عبدالله السعيد كان بقال لهم ستة أشهر لو الأهلي نيته وحشة يستنى ما هو ده اللي جاي بقى دلوقتي ده اللي انتهى بيتساءل كابتن أسامة خليل في هذا الحوار لكن الأهلي ضم بعض هؤلاء اللاعبين بموافقة الإسماعيلي أو بعد انتهاء عودهم مع الدرويش فكيف تصف الأمر بالفوضى قال ما أقصده أن اللوائح تنص على عدم أحقية أي فريق في التفاوض مع أي لاعب اللي خلال فترة الستة أشهر قبل نهاية عقده مع نديل أصل ولكن في بعض الحالات التي انضم فيها نجوم الدرويش للقلعة الحمراء كان من خلال التفاوض بعيد عن الفترات الشرعية مستغلا غياب تطبيق اللوائح من جانب اتحاد الكرة وهذا الأمر لا ألوم الأهلي عليه لأن النادي الأحمر يستطيع توظيف الفوضى لصالحه وده اتهام بالابتزاء بالانتهازية الحقيقة وباقي الأندية لا تستطيع فعل ما يفعله الأهلي وبالتالي لا تلوم إلا نفسها يعني مين اللاعب للأهلي بالضبط تفاوضت عليه قبلها من خلال نديه بكلم نديه بقوله سبحولي بدلا ما أخده بعد كده ببلاش فبياخد فيه 7 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه و8 مليون جنيه برضو بيتكلم على أسباب تفريط الإسماعيلي في لعبته لكن بيقول كابتن أسامة خليل هذا هو الواقع دون تجميل الإسماعيلي والزمالك وكل أنديت الدوري أعتقد أنها تعمل كنبارس للأهلي بمعنى أن النادي الأحمر هو من لديه القوة وتجعله قادرا على شراء أي لعب هل معقولة الأهلي عنده القدرة المالية وانت شايف دلوقت أن الأهلي عنده القدرات الإعلامية اللي تفوق إزا مالك حتى على الأل انت شايف كده يعني يا كابتن معلن اللي جاي هو اللي غريب على فكرة فيما يتعلق بالقدرة الإعلامية الكلام اللي قاله كابتن أسامة قد يكون مقتنع به لأنه ما تحراش الحقيقة كما سيظهر يعني ده نتيجة إيه الإحاح الإعلامي فهي الأهل الإعلامية من زمان خطئة ما فيش أهل إعلامية للأهل يزيق جذوبة خضرونا بيها قال كابتن أسامة خليل اللي جاي هو الغريب بيقول على سبيل المثال الأهل اشترى أحمد حجازي من الإسماعيلي بعملة محلية وبعد عامين باعه بالدور الإنجليزي بعملة أجنبية وحقق أرباحا كبيرة وهو ما يؤكد أن الجميع يعمل كنبارسل للأهل هنا يعني اتهام للأهل أنه راح اشترم أحمد حجازي من الإسماعيلي بالجنيه المصري هنا ما فيش تقوم حتى لكن هذا غير حقيق وبعد سنتين الأهل باعوا بره بالدولار فشايف أن الإسماعيلي كده اشتغل كنبارسل للأهل والأهل هو اللي كسب مادية المشكلة الكبيرة في غياب المعلومة بجد لأنه أنا بقول لكم كابتن أسامة خليل واحد من النجوم ودي على اعتبر الأهل اللي هو أهل إعلامية عشان كده المعلومة غايبة يعني حد يقعرف أنا أعتقد الشباب الصغير حتى اللي بيتابع كرة عارف أن أحمد حجازي إله اللي ما جابهوش من الإسماعيلي لا عملة محلية ولا عملة وردية خالص الإسماعيلي ملوش علاقة بصفقة الانتقال الإسماعيلي بالضبط في أبريل 2012 باع أحمد حجازي اللي في رونتينا الإيطالي باع وقتها بمليون ونص دولار واحد ونص مليون دولار خالي إسماعيلي واحد ونص مليون دولار وباع الفيرونتينا لعب مع فيرونتينا وتقلق وقدم مستوى كويس لكنه لسوق البخت عملتين روباط صليبي ورابع مرتين يعمل روباط صليبي فمستوى قال فيرونتينا عارو لنادي في الدرجة التانية في إيطاليا بروجيا راح بروجيا في الدرجة التانية في الدوري الإيطالي بعدها في 2005 أو 2015 وتحديدا سبتمبر 2015 الأهل ضموا بعقد لمدة خمس سنين وهو متقلق مع النادي الآلي في عهد المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طهر جالوا العرض الإنجليزي أنه ينتقل للدور الإنجليزي الأهل بيعوا للدور الإنجليزي فاتوا من بروجيا من إيطاليا بعد تركوا حوالي أربع سنين فأنت بروجيا وفيرونتينا في إيطاليا بعدما الإسماعيلي كان باعوا بمليون ونص دولار فين الأهل ضحك على إسماعيلي وفين الإسماعيلي اشتغل كومبارسل للأهل وفين الأهل خدوا بالجنيه المصري وباعوا بالعملة الصعبة وفين الأهل حقق كل هزي الأرباح وضحك على الدرويش وفينا اللحظة أستاذ إبراهيم فضل مش هي دي بقى الإهلة الإعلامية اللي بعد شوية بترسخ عند جماهير الإسماعيلي أو جماهير الكور مصرية إن الأهل بياخد لعيمة الإسماعيلي بالضبط هما ما نخشكش بالموضوعية أنا عايز لما أكلم حد بدلا ما يشتمني يرد علي بالتجاوز كلمني في الكلام اللي بنقوله في الحقائق أنا بقول أنت بتقول لي بتاخد لعيمة إسماعيلي عددت كل اللعيمة إسماعيلي خدناهم من بره اللي خدناهم ما عادة اتنين خدناهم أو تلاتة محمد عبد الله كمان محمد عبد الله كان بين الأهل والزمالك برضو لا محمد عبد الله الإسماعيلي خد فلوسه وخد محمود شيكو أيوة واسمه كابتن شريف عبد فضيل الإسماعيلي خد سبعة مليون ولا مش عارب مش فاكل سبعة ونصر وحمد صديق واخد لعيب أساسي لعب كميع المطشط عنده لعب جميع المطشط عنده لا استفاد منه كتير فالمسألة قولوا للناس الحقيقة أنا مش يعني إنما تغييب الحقيقة مش إحنا نقولنا كلام أهو أظهرنا الحقيقة بعد شو هقولك بتاخد لعيمة الإسماعيلي أكنك ما تكلمتش اشتركوا في القناة